خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس التركي رجب طيب أردغان في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين وقال الملك علمنا بنبأ الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب التركي الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة لنؤكد لكم أننا نقف معكم ونساندكم في هذا الحدث المؤلم لنا جميعا ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل متمنين عودة المفقودين سالمين وأن لا يروا أي مكره